السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكم تحياتي لحضراتكم جميعا ويا رب تكونوا بخير وحلقة مهمة جدا 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 عن ارتفاع السكر بتاعنا في الدم وناس عندها سكر بقالها 20 سنة و17 سنة ازاي تقدر تتخلص من السكر العالي وانت بدون ادوية خالص جمع وضوع حلقتنا النهاردة والحلقة دي مهمة جدا يا جماعة في غاية الاهمية لازم نفهم كويس جدا يعني ايه سكر يعني ايه ارقام يعني ايه ازاي نتخلص يعني ايه السبب في السكر كل ده هنشوفه النهاردة وحلقة هتكون مهمة هتهم جميع الناس اللي عندها سكر بقالهم سنين طويلة سنين طويلة من المعاناة فيه اللي خد انسولين وحبوب والسكر عالي والتراكم 12 و13 وانك تأتي متأخرا خير من اللي تأتي لكن طبعا لازم نفهم كويس جدا ان السكر من الحاجات اللي سهلة جدا في علاجها وهنفهم النهاردة الطريقة الصح اللي هنتخلص بيها من مرض السكر ولكن لازم زي ما اتفقنا واحنا بنبني بيت القعدة الاساسية ليه البيت ايه هي الارض اللي احنا بنبني فيها الاواعد والعمدان وبعد كده بنبني الادوار بتاعتنا القعدة الاساسية ان احنا نعرف بالزبط ايه السكر بتاعنا العالي السكر العالي قد ايه والسكر الطبيعي قد ايه ده اول حاجة خالص قبل ما نبدأ اي حاجة السكر الطبيعي والسكر العالي وعشان نقدر نستفيد ونقدر نعرف ازاي هنعالج بطريقة صحيحة اه قبل ما ابدأ حلقة العسل بتاعت مبارح الناس اللي بتتكلم احنا ما بنقولش ان العسل وحش احنا بنقول ما ينفعش المريض السكر وبكميات كبيرة اكتر من معلقة كبيرة ما ينفعش نخش في حلقة النهاردة اه قبل كده كنا اتكلمنا عن السكر الطبيعي والنورمل والاوبتيمال يعني الطبيعي اللي هو اه زي الجايدلاينز ما بتقول وزي الناس ما بتقول ولكن الاوبتيمال والافضل ده حاجة تاني السكر الطبيعي الصايم اللي هو تحت المية من سبعين لمية وبعد نص ساعة خلي بالكم من حلقة بعد نص ساعة دي الناس يقولك من مية وسبعين لميتين انا شايف ان ده رقم كبير قوي يعني بص نص ساعة ده انه يطلع السكر لغاية ميتين ده رقم كبير وبعد الاكل بساعتين من مية وعشرين لاربعين ده الترادشنال ده العادي ده اللي الناس بتقول عليه ولكن لما نيجي نقول امبير ده يعني ابتدى يدخل في مرحلة ما قبل السكر وهو السكر يكون من مية وواحد لمية خمسة وعشرين ومية ستة وعشرين ده بيبقى مريض سكر وبعد الاكل في خلال نص ساعة بيبقى من مية وتسعين لميتين وثلاثين ده امبير يعني لما لقين ميتين وثلاثين بعد نص ساعة من الاكل بس طبعا ارقام دي تعتبر عالية جدا ومرض السكر بنشخصه لما الصايم يبقى اكتر من مية ستة وعشرين اللي هو الصايم وبعد الاكل بساعتين بيكون فوق الميتين وعشرين او فوق الميتين بعد الاكل بلوس ساعة من ميتين وعشرين لميتين وثلاثمية من ميتين وعشرين لثلاثمية يعني ما لقين بعد الاكل بلوس ساعة فوق الميتين وعشرين ده بيشخصوه سكر كل دي ارايات معمولة وكل ده كلام كويس لكن المشكلة الرئيسية اللي عندنا واللي لازم نفهمها كويس جدا ان الاوبتمال الافضل ارقام دي حفظوها يا جماعة تمانين لتسعين ده الطبيعي في وين تصايم بعد الاكل بساعتين بيبقى من تمانين لتسعين برضو المفروض يعني المفروض كمان يبقى كده ده الاوبتمال الافضل اللي بين كرياز بتاعه قوي وبعد الاكل بنصف ساعة مفروض ما يزدش عن تسعين لمية وعشر الارقام اللي كنا قلناها قبل كده دي الترادشنال اللي الناس بتتكلم عنها اللي هو يبقى مية وسبعين لميتين بعد الاكل بنصف ساعة مية وسبعين لميتين لا ده المفروض بعد الاكل بنصف ساعة يبقى تسعين لمية وعشر البنكرياز القوي العافي اللي مفيش فيه مشكلة ما علينا الارقام دي مفيش فيها مشكلة ولكن ايه النورمال والمفروض ان انا المفروض في الصايم حسبناها انك انت بتبقى تسعين يطلع لمية وتمانين تأكل سكريات كتير وأكل معمول البروسيزد اللي هو الزيوت الغير طبيعية والبطاطس والشيبسي والرز والمكارونة والعيش وكل ده فبيطلع الضبل فهما الجامعات العلمية علشان انت تفضل ساكت ويجي لك سكر قالك بعد نص ساعة من 170 ل200 سبب وصول الرقم ده هو الأكل الغير الصحي لما أنا أكل النشويات وأكل الكرباهيدريت بشكل كبير والجامعية الأمريكية قالت للناس النظام الأمريكي الهرم بتاعه الكرباهيدريت في القاعدة من تحت بعدها البروتين وآخر حاجة دهون وخوفوا الناس من الدهون خوفوهم وقالوا لهم من الدهون دي هتموتك وهتجيب لك مرض القلب وسبوا الناس لغاية ما بقى كل تلاتة واحد كل تلاتة أمريكي عنده مرحلة ما قبل السكر السكر عالي والسكر زاد جدا والسكر غالي سعره زي ما انتم عارفين فأصبح دلوقتي الموضوع بقى يتضاعف يوصل من تسعين لمية وتمانين وبعدين يرجع بعد ساعتين أقل من مية وربعين ولكن مش هي دي الأرقام اللي احنا عايزينها لو انت إنسان طبيعي الأرقام اللي انا عايزها يبقى فرنج التمانين تسعين طول الوقت طول الوقت المفروض ده البنكرياس القوي فرنج التمانين تسعين بيبدأ يأكلوا جانك فود اللي هو الأكل الغير صحي يبدأ يعلى السكر في الصايم يبقى مية واربعين بعد الأكل بنص ساعة يوصل متين وستين وبعد كده بعد ساعتين تلاتة يوصل متين وعشرين تتشخص على إنك سكر فكان المشكلة اللي بتحصل إن أنا بيجي لي السكر وأنا مخدوع وأنا معرفش حاجة البروتين مهم جدا لبناء الخلايا بتاعتنا البروتين مهم هو اللي بيعمل التشو الخلايا الجلد العضلات العظام كل ده بياخد بروتين من جسمنا ولكن المشكلة الرئيسية اللي الناس ما تعرفش شي إيه هي إيه سبب إن السكر بيعلى في جسمنا ليه أنا بيجي لي سكر وليه السكر يعلى في كذا سبب هنحب نتكلم فيهم عشان إحنا في الآخر هنتكلم عن العلاج اللي بدون أدوية أول حاجة اللي هي أكل وشرب بتاعنا أنا باكل إيه ودي هي العملية الأساسية في مرض السكر حتى لو والدك ووالدتك عندهم سكر وإنت مش عايز يجي لك سكر سهل جدا إن أنت ما يجي لكش السكر يبقى المفروض إن أنا باكل إيه أنا هاكل إيه هي دي الموضوع المهم بتاعنا أكلنا وشربنا يبقى أنا أكل إيه أكلي وشوربي وإيه السبب إن السكر بيحصل والسكر بيعلى في جسمنا أول حاجة الكربوهيدرات والناس اللي معانا ما تعرفش يعني إيه كربوهيدريت يعني الأكل اللي إحنا بنكله الخشب كربوهيدريت الخضار كل حاجة فيها الكربوهيدريت والكربوهيدريت زي النشويات والكربوهيدريت العادية البروسيس دي فود الأكلات السريعة اللي إحنا بنجيبها والسكر ده كربوهيدريت والهاي كورن سيرب اللي هو العصير أو الحاجات اللي هي بيبقى فيها فراكتوز بنسبة كبيرة وفيه فرق ما بين الكربوهيدريت والسكر الكربوهيدريت يرفع السكر في الدم بشكل كبير بسرعة لأنه عبارة عن اتنين واحد اتنين جلوكوز ميليكيول ودي النشويات وبيسموها الستارش النشويات الميليكيول دي اتنين مع بعض ويجمعهم شوية ميليكيولز كتير اللي هو جزيئات كتيرة يقوم يحصل ايه ان السلايفة اللي بتبقى في الفم الغدة اللعبية تكسر الميليكيولز دي وترفع السكر بسرعة اسرع من العيش والرز والحاجات دي ما هو الرز النشويات اسرع من السكر نفسه السكر عبارة عن جلوكوز وفراكتوز يعني اتنين جزيق جزيق خمسين في المية من معلقة السكر اللي بيحطها على الشاي جلوكوز وخمسين في المية فراكتوز الفراكتوز اللي هو سكر الفاكهة يروح على الكبد على طول يعمل بلوك للكبد يقفله يعكننه الكبد علشان يستحمل الرخامة بتاعته دي يقوم يقدر يبني دهون 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 لغاية ما يتوتر جدا ويبدأ يعمل مقاومة للانسولين ويصاب الانسان بالكبد الدهني يصاب بايه بالكبد الدهني يبقى انا عندي الكبد الدهني ومقاومة الانسولين وبعمال الف حوالين نفسه كل حاجة زي البروتين وزي الدهون لها مفعول اقل بكتير جدا 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 من الكربوهايدريت البروتين اللي هو زي البروتين الحيوانية والنباتية بيتحول جزء بسيط الى السكر لما انا باجي اكل بروتين زيادة عاللزوم يعني انا خدت بروتين عملي العضلات عملي جسمي زبط لي كل حاجة وفي الاخر خالص البروتين لو زاد بدل ما انا كلت حتتين لحمة كلت كيلو لحمة يبدأ يتحول الجزء الزي الده الى سكر عشان كده لما قلنا للناس اللي خايفة انها تبطل الكربوهايدريت وقولك المصدر السكر 30% من البروتين اللي هيزيد ده هيتحول الى سكر الدهون ما بتعملش اي حاجة خالص نسبة ما بتتحولش الى سكر الدهون بتتخزن على هيئة دهون سلاسية وكلمة سلاسية يعني 3 حاجات مع بعض مربوطين بحاجة اسمها جلسرول تيجي تجمع تروح الكبد تعمل دهون الكبد تقفل على الكبد خالص طيب ايه تاني بيزود موضوع السكر بالنسبة لنا مقاومة الانسولين وايه الانسولين بالنسبة للأكل لان انا ما باكل كلت السكر هيبدأ يعلى السكر يبدأ يعلى طيب وبعد ما السكر يعلى هيوصل لمرحلة معينة السكر نفسه زي ما هو انا باكله بكمياته الانسولين يعلى اكتر فيحصل مقاومة للانسولين الجسم بيقول له كفاية عارفين الصديق الرخم لما يكون واحد رخم وكل شوية عمال يخبط على واك فتقول لهم قلوله ده مش موجود وانت قاعد الجوا لان انت اصلا ارفام منه وامش عايزه فيبدأ دي مقاومة الانسولين هو عمال يخبط الصديق موجود برها على الباب ولكن انت مش عايز تدخله جوا لان انت ارفام منه وزهقا منه فيقوم دي مقاومة الانسولين لما بقاش يشتغل زي الاول طيب يقوم يحصل ايه لما انا ااجي اكل سكريات 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 تتحول الى فراكتوز سكر فاكهة سكر الفاكهة في الكبد يتحول للدهون الولديا ويعمل مقاومة الانسلين ومقاومة الانسلين تبدأ تلفة حوالين بعضها ده السيء الخبر الحلو بقى ان الموضوع ده بياخد السنين ده الخبر السيء مش الحلو طبعا سنين طويلة علشان تحصل يعني الموضوع ده علشان يحصل ياخد سنين وسنين وسنين ممكن عشرين سنة يعني ممكن وانت عندك عشرين سنة على ما توصل الاربعين يجيلك السكر يبقى سنين طويلة 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 يبقى انا علشان افهم ايه الموضوع لازم افهم كويس جدا ان انا عندي السكر يبقى المفروض ان انا بتبتكون ده الخبر السيء ولا الخبر الحلو معرفش لكن ده السبب الرئيسي في السكر وده كده يبقى الموضوع الرئيسي طيب عايزين نفهم حاجة تانية مهمة الخبر الحلو بعد عشرين سنة من اصابتك للسكر ممكن ترجع للطبيعي تاني بعد عشرين سنة من اصابتك للسكر بدليل الناس اللي قعد خمسة وعشرين سنة وستة وعشرين سنة ويجي داخل علي العيادة يقول لي يا دكتور انا يائس من حياتي انا حالة ما يقوس منها والله حصل وقال لي انا حالة ما يقوس منها يا ابن الحلال ايه ده طب نتكلم طب نعمل انا حالة ما يقوس منها لكن لما بدأنا نشرح له زي ما احنا بنقول كده ابتدى يفهم ايه الموضوع محدش كان فاهم الموضوع اتنين جوا لي برضو النهاردة وقلت لهم ابدأوا بيهرجوا ابتدوا يقول لك لا ده احنا قلنا نبدأ من النهاردة كلام ده الاسبوع اللي فات وسكرهم ربعميات وكانت بتاخد انسولين لقيت الاسب ابتدى عندها عالي جدا يعني عندها مقاومة انسولين عنيفة تخل وزيادة وزن جامدة وده طبعا سبب المشكلة كلها دخلنا في مقاومة الانسولين ودخلنا في زيادة الانسولين الجسم بيبقى عامل زي المكنة تخيل انت ما تلاقي فيه خلل في المكن مش يقول لك غير الزيت فانت جيت طنشت وما غيرتش الزيت ولا التشحين بتاع العربية فابتدت تسمع الصوت كده غريب والتدى الصوت يبدأ يبوز 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 والمكنة بتبدأ تقفش عليك والمكنة بتاعتك تبوز يظهر مرض السكر ده اللي بيحصل على مر سنين طويلة ومن حسن الحظ ان استعادة الموضوع ده سهل جدا علشان كده دايما نقول ايه انتبهوا ايها السادة الموضوع السكر يعلى الانسولين يعلى معايا ولما بتبقى عامل زي جسمنا عامل زي المكنة وانت عندك انتولرانس يعني جسمك عنده حساسية للكربوهايدريد عندك مشكلة في التعامل مع الكربوهايدريد دي عندك الجين نفسه والدك والدتك عندهم السكر العيلة فيها سكر وبياخد وقت وانت تبقى فرحان ليه لان احنا ما بنحللش التحليل الصح محدش بيدور على تحليل لمقاومة الانسولين فاللي بيحصل يروح يقيس السكر السكر علشان يعلى في الدم بياخد فترة طويلة جدا ولا حد قال لي اشرب اي حاجة ولا حد هنا ولا رفعت الحلقة نمتوا مني وتهدوا مني دي قرفة اذا بطلوكوا الصورة طيب ارفع بالحلبة لا ارفع عادية بالحليب فالمكنة بازت العربية بتاعتك بازت اللي هو الكبد على مر السنين وانت مهمل عملت اكل دهون وعملت اكل وتلغبط وفرحان ده انا عملت السكر يا دكتور طالع تسعين وهو قد كده تسعين من يا عمنا تسعين من يا خال ما فيش تسعين تسعين ايه عملت تحليل مقاومة الانسولين يقولك عملت ركومة طالع طبيعي وهو بيجدبش وده فعلا كده عنده جهاز في البيت حلل لا اتمانين السكر مختلف طول اليوم الوقت اللي هو حلل فيه كت الدنيا زي الفل لكن والبنكرياس مازال لسه بيفرز انسولين مهم مقاومة انسولين يعني ايه يعني انا السكر بتاعي بيعلى والبنكرياس يطلع انسولين زيادة يعلى البنكرياس يطلع انسولين زيادة لغاية ما السكر جوه الخلاية يتملى ما بقاش فيه مكان للانسولين انه يشتغل فاصبح الموضوع ان انا ايه يجيلي مقاومة للانسولين جسمك تبيفرز انسولين تقوم تروح لدكتور يديك انسولين طبعا في الاول زي الاخ اللي كان طلع معانا في الاول الموضوع بيبقى جميل والسكر بينزل جدا ولكن المشكلة الرئيسية اللي بتحصل يا جماعة ان السكر لما بينزل بينزل فترة معينة ويبدأ الدنيا تلغبط بشكل رهيب تبدأ السكر يعلق تاني بقى يبدأ يضرب جامد زي ما حكتلكو الصديق بتاعنا وقلتلكو ان هو ابتدى السكر بتاعه كان 600 وبعدين زبط وبعدين رجع يزبط تاني كل ما يأكل اسكريم وكشري وبتاع لقى السكر مضبوط في مرحلة بعد 20 سنة السكر يبدأ يعلى شوية يظهر في الدم والانسولين في السماء هو ده والخبر الحلو اللي انا بقوله لكم انه هياخد وقت قليل كم من الوقت هتاخده علشان تتخلص من الانسولين ده وتتخلص منه هياخد وقت قليل جدا ولا حد بيقول اشرب حاجة فالنقطة بس حرية ايه هي الانسولين العالي ده انا عايز اخفضه علشان السكر يرجع لمستواه الطبيعي علشان السكر يرجع لمستواه الطبيعي فهنعمل ايه ازاي بقى نقلل السكر العالي 350 و 460 وكلام ده ونخلي 80 وطبيعي وكل حاجة زي الفل لازم اقلل الانسولين يا دكتور نقلل الانسولين ازاي ما انا دلوقتي انا بقلل الانسولين وازاي هقلل الانسولين ده انا عايز الانسولين عشان يحرقل الاكل لا ما انا ما قلت لكش ساعاتك بقى لك 40 سنة بتاكل غلط بقى لك سنك 50 اكتشفت السكر بتاكل غلط بقى لك 50 سنة بتاكل غلط اقعد فكروا ان احنا بنسحى من النوم نلاقي الانسولين مقامة انسولين وسكر لا ده بتاخد سنين عشان كده دايما اقول ايه خلي بالكو الموضوع بياخد سنين طويلة عشان يحصل الموضوع بياخد سنين طويلة علشان ايه يحصل مش يوم وليلة مش يوم وليلة علشان انتم فاهمين الموضوع بياخد فترة طويلة علشان السكر بتاعنا يعلى في الدم سنين سنين تقعد عمال تاكل غلط تمام بتوقف اول حاجة عايزين نقلل الانسولين لان انا خلاص انا مش محتاجه انا عايز اخرج السكر اللي جوه الخلاية بتاعتي يبقى اكل ايه اقل السكر خالص ومفيش حاجة اسمها يعني مفيش مثلا حاجة اسمها ايه طب ممكن نبدأ من يوم السبت هم بقى جايلي النهاردة صحنا قلنا نبدأ من يوم السبت بيهرجوا واخدين الموضوع تهريك قلت لهم خلاص لو انتم بتهرجوا انا ما بهرجش انا مش قاعد فاضي فيه ناس اولى منكم ان انا اشوفهم فالقصة كلها ايه يا جماعة القصة كلها ان ده واحد من الناس اللي جايه تهرج وانا قلت لهم في العيادة عندي انا ما بقبلش قضايا خسرانة مش مهتم بصحتك شوف لك دكتور تاني انا مش هيبدأ يقولك انا رحت للدكتور خالد ابو العز ما عمل ليش حاجة لا انا ما قبلهاش ولا انتم تقبلوها لي صح ولا لا يعني انت تقبل ان انا مريض كده لا طبعا انا زي ما انت بتحب نفسك انا كمان بحب نفسي وما بحبش ان مريض عندي يكون مهمل يعني زي ده اللي بحيف مدام امل انها ما بتحبش تدخل عندها الجروب ناس مهملة بمعنى ايه انا بحب مهنتي وبحب ان انا مخسرش قضايا انا انت انا شايف ان انت مهمل خلاص ما تجليش تاني انا مش هنقعد بقى نحك نقعد لا لا فيه واحد اولى منك بالوقت ده فنقلل السكر السكر المائدة اللي بتحط على الشاي السكر اللي بتحط على القاوة نوقفه خالص والله ما هتموت مش هتموت انا بقولكش خد دوة ده انا بقولك وقف طيب وهنقلل الكربوهايدريت كل انواع الكربوهايدريت بتتحول الى سكر كل انواع الكربوهايدريت بتتحول الى ايه سكر حلو كلام جميل فلما ييجي يتحول الى سكر هندخل في الضيلمة نفسها يبقى انا عشان اتخلص من مرض السكر بدون ادوية كل اللي انا طلبته ان انا نقلل الكربوهايدريت طيب ازاي اكل بشكل اقل من الاول وهبدأ صح انا كنت باكل سبع مرات في اليوم ده انا هاكل بس مرة في اليوم او مرتين كاننا اكل مرة واحدة في اليوم هو ده السكر اللي احنا هنشوفه بشكل كبير يبقى انا لازم افهم ان الشفاء من مرض السكر هو طريقة الاكل بتاعت الغلط وده اللي وصلنا للمرحلة ويجي يقولك انا بقالي عشرين سنة باكل وما غيرتش اي حاجة وفجأة السكر اللي ايتو بيع لعندي يا دكتور والله ما باكل حلويات ايوه ما انت مش فاهم ان رغيف العيش بتحول لسكر ما حدش قالك الموضوع ده خالص رغيف العيش بيتحول لسكر جواز عطريس من فؤادة باطل حد شاف الفيلم ده ويبدأ فترة الصيام المتقطع وهنا هقف كتير في الحتة دي الصيام المتقطع هو صيام طبي علاجي وليس صيام السنة النبوية وليس صيام الاسلام او المسيحية ليس اي نوع من انواع الصيام دي داني التاني صيام رمضان مثلا صيام جاف فده بيبقى لي نظام وتقوس احنا بنعيشها شهر في السنة لكن ده نمط حياة وبالنسبة لمرضى السكر لما بنيجي نقول ما تصموش ده ممكن تصوم وانت مريض سكر تصوم 16 ساعة 16 ساعة في اليوم منهم 8 ساعات النوم ده مفيش دلع اكتر من كده ده احنا مدلعينك خالص يعني مفيش اي يعني 8 ساعات نوم وبس خلاص بقيت زي الفل ونبدأوا بالتدريج يا سيدي مفيش مشكلة انا هصحى من النوم باشرب اهو مالهة لارفة والله بتشبع ارفة بالحليب وبعدها اشرب شاي اخضر فنجان قهوة تركي وشوية مشروبات مية باللمون والزنجبيل خلي التفاح الصبح يملى المعدة الشاي الاخضر يديني احساس الشبع لغاية ما تيجي 8 ساعات يعدوا ابدأ ااكل فرنج الست ساعات رنج الست ساعات يبقى انا هنا هيكل فرنج الست ساعات الست ايه ساعات هو ده الكلام اللي احنا بنقول عليه يصلح لمريض السكر وهو ده الصح فالسيام المتقطع بيخسس بيقتل الخلايا الميتة اللي في جسمنا قهوة تركي انا للأسف لقيتها مش اسمها تركي بس ما عرفش ليه لان ما روحت تركيا لقيتهم مشربوا الشاي شاي تركي هو القهوة اللي هي اللي بوشه دي اللي احنا مشربها في مصر جواز عطريس من فؤادة باطل ومش هناكل واجبات بقى متكررة طول ما نقعد باكل واسبكوا من نغمة اصل ما اقدرش تبهاكل بايه طب مش عارف ايه هو انت لازم تطبساكت وتروح لعناها المركزة هو انت لازم تموت انا مش فاه هو لازم لحد يتعور علشان يحترم نفسه لا هو ده اللي احنا بنقوله عليه طيب الحاجة رقم خمسة لنظام الخطوات اللي انا هعملها وتخلص بها من السكر بالشكل اللي انا بقول لك عليه ده هو اجنتل اكسارسايز يعني ممارسة الرياضة الخفيفة ركزوا ممارسة الرياضة ايه الخفيفة مش الجاري والتقيلة ده انا كالت بقى سندويتش طب عشان بس الدكتور خيد ما زعلش مني انا ايه هطلع اجري دلوقتي وجري جديد بقى واروح الرياضة واجري عسير بقى وفرحان بنفسي لا ساعتك كده هتعمل ايه ممكن تقع في الجيم لان الرياضة الخفيفة غير التقيلة التقيلة هترفع الكورتيزون طب ترفع الايه السكر ترفع ايه السكر لما اجري بشكل جامد الجسم بيتعرف انك بيتخانق الجسم بيتعرف عليك ان انت ايه ان انت في خناقة يقوم يرفع الكورتيزون والادرنالين ويبدأ السكر يعلى بشكل كبير وبعدين بعد كده زي مريض النهاردة شوفوا الاهمال بيودل ايه قال لس للتأمين خلص عندي من 3 شهور وكان عندي ظروف وما خدش علاج سكره و450 فانا مستغرب يعني بقول له انت ليه السكر بتاعك كده قال لس للعلاج خلص بقاله 3 شهور وما خدتوش طب انت عايش ازاي السكر الربعمية ده نماذج غريبة جدا يا هتلاقي مثلا يعني 8 شريط الدواء هو بقول لك التأمين خلص طب 8 شريط دواء راح كل في مطعم دفع له 500 ريال مثلا هو ولاده وما جابش علبة شريط دواء والشرائط الدواء رخيصة جدا يعني ممكن يجيب دواء ابو مية فيه منه بعشرين ريال وبتلاتين ريال الشركات اللي هي الجينيرك المحلية لكن اهمال ده لعا اهمال لغاية ما ييجي القهراء بمرة ويعرف ان الكهراء بوحشة يرجع يقول يا ريتني ومش يا ريتني اتمنى النهاردة يكون فيه ناس سمعيني من الناس اللي هي بتتعرض الى السكر العالي ومهملين برضو هنقول الاستعمال الدهون الدهون اكتر من الجلوكوز لما انا بامشي ماشي خفيف فالانسولين مش هيعلى لان الكورتوزول لما بيعلى والادرينيون والحاجات دي هيبدأ السكر يعلى ويبدأ الانسولين يعلى هنا الانسولين مش هيعلى فهيبدأ يحرق الدهون اللي في جسمه لو انا لعبت الرياضة العنيفة هيبدأ يحرق الجلوكوز الرياضة العنيفة اكتر من الدهون ويبدأ تحس بيه احساس الجوع الشديد جدا ده باختصار ازاي بعد عشرين سنة وتلاتين سنة سنين طويلة جدا ساعتك جالك سكر وبقالك تتعالج غلط في غلط في غلط اتمنى انك تقولي الحمد لله ان احنا تجيت وسمعت الحلقة دي النهاردة لان فعلا ممكن ما تكونش تعرف يعني بقولك اذا كنت ما تعرفش دي مصيبته واذا كنت تعرف يعني انت كنت عارف وبتعف الغلط ده فالمصيبته اكبره ربنا ادينا الامكانيات عشان نستفيد بيها امكانيات النت علشان نخش نستفيد تسمع ده وتسمع ده وتسمع ده وتفلتر وتبدأ تفهم الدنيا ماشية ازاي ما كانش ممكن اوصل لك المعلومة دي من غير ما يكون في نت فالموضوع بقى بسيط سهل ما فيش فيه اي مشكلة خالص بطريقة سهلة وارجل الكل يعيد الحلقة مرة واثنين وثلاثة واهلا بيكو بقى ما حيتكوش فهندخل دلوقتي على الايباد ونشوف الاسئلة بتاعكو علشان نجاوب عليها وطبعا الاسئلة بتاعكو على فكرة مهمة جدا لا تقل اهمية عن الحلقات نفسها يعني الاسئلة مهمة بشكل كبير يعني الناس اللي معانا اول مرة يدخلوا معانا القناة ومشاهدين الحلقة احنا بنقول اول عشرين دقيقة المحاضرة بتاعتنا وبعد كده بنبدأ نجاوب علي الاسئلة دي تعتبر محاضرة تانية لان بتستفيدوا منها بشكل كبير بشكل هايل جدا والاسئلة بصراحة طالعة بزكاء شديد من متابعة الناس ام اشرف بتعدها من التلفزيون ما شاء الله بتستغل الامكانيات التكنولوجية كويس اعرف منين ان انا وصلت للنوع الاول ولا لسه ان شاء الله ما توصلش لازم تحليل السيبيبطايد تحليل السيبيبطايد تحليل اللي هو بعمله اعرف انا سكر نوع اول ولا نوع تاني سكر نوع اول ولا سكر نوع تاني صباح بشكرك فنون متنسرة ومجموعة امل وجروب امل وطبعا و لازم نفهم كويس جدا الناس بتبقى دخلة علشان اقول لها خد الحباية الفلان ابلع الحباية دي بعد ما تاخد الحباية هتبص تلاقي نفسك بقيت تمام والسكر الراحة يبقى دا ماهوش الناس دي هي دي اللي ماشي في الضلال بقى وبيتضحك عليها الناس دي هي اللي مضيع نفسها انا مش قاعد احكي في حاجة في الطب اسمها الباسو في السيولوجي ازاي المرض دا بيحصل المرض دا بيحصل عشان واحد اتنين تلاتة المعطيات بتاعتي ايه انا دمرت الكلا دمرت البنكرياس دمرت 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 يقوم السكر يحصل ارجع تاني لف ورجع تاني عشان تستفيد وتبدأ تتخلص من المقاومة الانسولين اللي هي السبب سبب وصلنا للسكر تاني ان انا ما بكنتش بقيس الحاجة اللي بتعمل السكر ما كنتش بقيس مقاومة الانسولين ما كنتش بشوف علامات الانسولين الاكنسوسوس نيجريكنس هورها لكو الاكنسوسوس نيجريكنس اللي هي في الرقبة هورها لكو تاني في الاعادة افادة اسمها ايه ما كناش بنشوف الحاجات دي خالص شوفوها على الايباد كل واحد يشوف الرقبة دي شكلها ايه ويبص للجنبه يقوله انت عندك مقاومة انسولين ولا لا كل واحد يبص في رقبة اللي جنبه بسرعة اهي شوفوا السود اسود من الايام ايه الناس اللي عايزة تعرف عندها مقاومة انسولين ولا لا هي دي نشوف تاني علش الصور ايه صعبة شوية اهي بس دي حالات متأخرة شوية شوفوا الرقبة وشوفوا تحت البط طيب دي اسمها الاكنسوس نيجريكنس طيب شوفوا بقى الحاجات اللي بتظهر في جسمنا بسبب جفاف اللي بيبقى مع السكر دي بتظهر في الرجل هتبص لنا ايه الناس الكبار عندهم الموضوع ده شوفوا كده وهنا كمان احنا بقى بنشوف الحاجات دي ولازم نتعامل معاها دي بيسموها دايباتيس ايه او دايباتيك ديرموباسي مشاكل الجلد حاجات كتير والله يعني انا مش عايز بس ايه 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 دي ديرموباسي جلد سكر جفاف سكر عالي يعمل كل المشاكل دي حاجة تانية ايه لا دا فيه صور تانية انا مش عايز اورها لكم يعني اللا اسنان النوم الكتير التعب الارهاق كل ده يرفع السكر بشكل كبير ما بندورش بقى اللي على تحليل السكر ما بندورش اللي على تحليل ايه السكر بعد كده الدكتور النوع التاني لو بياخد انسولين وعمل حمية ورياضة ونزل التراكمة والسكر فيه امل يطيب واستغنى على الابر طبعا نوع التاني مش هياخد ابر انت عندك مقاومة للانسولين تاخد انسولين ليه دا جسمك بيفرز انسولين كتير ثم تزود الانسولين دا ينفع ما ينفعش المفروض ان انا عندي سكر عالي ونوع تاني النوع التاني ما ياخدش الانسولين المشكلة بيقولك الدكتور اعطاني لان للأسف الشديد الدكاترة بيعالجه ارقام مش مرض الدكتور بيبسطك قوي ما ينزلك السكر من ربعمية لمتين ولا مية وخمسين تبقى تقول دا دكتور ممتاز دا انا رحتله السكر كان ربعمية ما تفرحش قوي هو كان ربعمية وهيبقى في دا الربعمية ومش هينزل على الربعمية اعمل النصايح اللي احنا قلنا عليها الاكلات اللي احنا بنقول عليها الاخطاء اللي بتحصل في مرض السكر وبنقولك وبلاش منه ممكن في تفسير الاحساس بالغسان عند انت ناول شيء مسكر حتى لو كان سكر السيفيا ممكن حساسية في المعدة يعني بيجيلك حموضة مقاومة الانسولين عند اتنين وثلاثة ما هو التشخيص وما هو العلاج التشخيص والعلاج ما هو انت شخصت انت بتقول اتنين وثلاثة والعلاج زي ما احنا قلنا يعني انت بتقول اتنين وثلاثة العلاج زي ما احنا قلنا بالظبط لازم يكون التشخيص والعلاج طيب احمد عسير بيقول كيف تعمل حبوب الجليبي لا اكتب لي الاسم العلم يا احمد عبدالله العنزي بيقول او العنزي بيقول ايه رأيك بالجهاز تحليل سكر اللي على الكتف ده طبعا كويس جدا وانقذ ناس كتير جدا وعمل شغل جامد جدا جدا من الحاجات اللي فادت مريض السكر بشكل كبير طيب سؤال هل خبز السمسم اشكد نسبة الكرب بيه وهل خبز السمسم افضل الخبز السمسم واللوز من افضل انواع الخبز المريض السكر دكتور في طفل عمرات نشر سنة عندها حبوب في الرجل واحمرار هل تكون عندها مقومة انسولين وعندها من جروب امل لا لازم نعمل ما فيش حاجة اسمها طفل عنده كذا نعمل تحليل لان دي ممكن تبقى التهابات عادية بتحصل للجلد العادي صدا الصورة بتقول انا وصلت الوزن المثالي بعمل تمارين البطن وضغط لمدة اقل من خمس دقايق كده يرفع السكر لا طبعا ده تمارين كويس جدا وفيش فيها اي مشكلة خالص الكلسترول هل يرفع السكر لا الكلسترول عبارة عن دهون دهون ما بتأثرش على الانسولين ولا على السكر لكن السكر هو اللي معاه ممكن يبقى مصاحب معاه ارتفاع فيه الكولسترول ازاي نعرف نسبة الانسولين ازاي ده ممكن بالعلامات اللي احنا قلنا عليها دي ازاي نعرف الانسولين ازاي العلامات اللي بتظهر في جلدنا التعب الارهاق قلم الصدر اللي يجيلك النوم الكتير على طول همدان ومكسر جسمك مكسر على طول كده الانسولين بيبقى عالي في جسمك التهابات في المفاصل تلاقي المفاصل بتاعتك تعبانة وخصوصا في الستات الستات حركتهم قليلة ربت بيت مش عايز تقول ما بتشتغلش قاعدة في البيت بتاكل وتنام وخلاص وبتشتغل شغل البيت الخفيف وخلاص وخصوصا بقى اللي بتجيب لك شغالة فهي بتبزلش اي مجهود خالص ايه رأيك في القبر الاسبوعية يا ريت تتكلم عنها عايزة بقى حلقة لوحدها حاضر الفريستايل ليبري من الحاجات طبعا الكويسة يا هشام ومفيش فيها مشكلة خلاص احنا قلنا الابرة اسبوعية ما تسألش السؤال تاني اقولنا ان احنا هنجاوب عليه بعدين قصد آآ قلم الرأس متعلقة بارتفاع السكر طبعا ممكن يكون معاها ارتفاع في السكر الم الرأس وممكن يكون الم الرأس ده مع ارتفاع السكر عامل مشكلة كمان يعني قلم الرأس من الحاجات الخطيرة جدا يعني يعني فيش مثلا مرض اسمه صداع او قلم رأس ده عرض لا امرات كتير عرض يعني ممكن واحد رجله صباح رجله وارم او او فيه خراج مسلا يجيله صداع حرارة عالية يجيلها صداع فلازم بتبحث يعني ما اسوأ شكوى يشكيها المريض لما يجي يقول لك انا عندي صداع او دوخة دور بقى معلم شوف كده ايه اللي انت هتدور عليه تعرف بيه الصداع او الدوخة موال كان فيه بيه سواد قبل في الرقب قبل وصار سكر واخد انسولين طبعا المشكلة لما بتروح لدكتور مش تخصصه والمشكلة الرئيسية اللي احنا قالونا امشوا على المعظم الدكاتي اللي هي التوصيات الجامعات العلمية قالت كذا وعادت كذا هي مش خرقان هم قالوا كذا فترة من الفتراته مغيرهاش وعملوها لصالح شركات الادوية وهو انا لو انا بقول بحث دلوقتي وبقولي النظام الصحي ده محدش هيدعمني اصلا في حد هيجي يقولي انا هتديك المليون دولار ده وتقولي الدوة بتاعك ده ما ينفعش وهيموت المريض او ليه اضرار جانبية مستحيل ما انا بقدولك الفلوس دي ليه بالمنطق يعني مقاومة انسولين مع مريض سكر نوع اول تاني بتحصل ممكن مع الاتنين يعني ممكن مريض سكر نوع اول يجيله مقاومة للانسولين ومريض سكر نوع تاني برضو يجيله مقاومة للانسولين يعني ممكن تحصل فين للاتنين مريض سكر نوع اول ومريض سكر نوع تاني مقاومة الانسولين مش حكرة على حد معين اي حد في الدنيا يجيله مقاومة للانسولين يعني مش مثلا ان انا هيجيلي مقاومة انسولين انا عندي سكر نوع اول وباخد انسولين بقى فحرام يعني يجيلي لا يجيلي اللحوم مش ممنوعة للناس اللي عندها مقامة انسولين بالعكس فيش فيها مشكلة خالص بالصيام المتقطع ست ساعات فيه ناس دخلت معانا جديدة في اللايف من توك توك مفيش مشكلة خالص زي الفل وان شاء الله نعمل حلقة على تيك توك وتبقى مشتركة ان شاء الله فواز بيقول العماري بيقول تركت الخبز والرز والبطاطس زي ما قلت والحمد لله زي الفل بعد المرات بيكون بعد الاكل مية وتمانين لكن اعمل شوية رياضة بينزل لمية واربعين كويس بس صايم بيكون مرتفع ده طبيعي طبعا اهو مثلا الجامعات العلمية ما تقولش الكلام ده خالص جامعات العلمية دايما مسكة في حتة اه اه كل كرباهيدريك كتير قلل للدهون اخد بروتين معقول يقولك الهرم الغذائي الهرم الغذائي ايه الفرق من السكر ومقاومة الانسولين لاتنين وجهين لعملة واحدة تعرفين اني يقولك ملك وكتابة ملك وكتابة هما الاتنين في عملة واحدة تقلب كده تلاقي سكر تقلب كده تلاقي مقاومة الانسولين لماذا الدكتور حسام بيقول لماذا السكر صايم مية واربعين رغم الحماية في الاكل دي بقى مقاومة الانسولين لما بنيجي نبدأ نعمل صيام متقطع او نبدأ نعمل دايت يبدأ السكر الصايم يكون عالي اول ما تبدأ تاكل يبدأ السكر الصايم ده يبدأ السكر ينزل اللي بعد الاكل تقلق اقل من الصايم ودي من الحاجات اللي احنا قلنا عليها كتير البرتقان بعد الفطار من السيام المتقطع يفضل طبعاً اللي بيعمل السيام المتقطع ما ياخدش الحاجات دي هل شرب الببس الكبير ممكن تعمل دوخة وما عندها سكر طبعاً طبعاً مريت من سواد الرقبة ولكن الآن مش موجودة هائياً شو يعني مقامة النفسية المتعادة موجودة طبعاً اتحسنت أكيد اشتغلت على نفسك وتحسنت طب يا دكتور ابني نوع أول والدكتور قال لازم يأكل عشان يبني جسمه كرباهدريت وحضراتك بتقول يقلل الأكل نوع أول موضوع مختلف شوية نوع الأول اللي بيقلل الكرباهدريت ده عشان يستفيد هو طبعاً لازم يقلل الكرباهدريت برضو عشان الإنسولين ما يبقاش جرعاته كبيرة هو بيبني نفسه بيبني نفسه بالبروتين مش بالكرباهدريت الكرباهدريت ده بيتتخن فأنا عايز أبني نفسي أبني الخلايا الخلايا دي معمولة من بروتين مش معمولة من كرباهدريت فياكل كرباهدريت بس بالكميات المعقولة والكرباهدريت اللي من الخضار ومين قال ان احنا بنقول بلاش كرباهدريت الكرباهدريت اللي من الخضار مش من اللحوم الكرباهدريت اللي ايه من الخضار الصيام لايك ما حدش بيعمل لايك كله نام خلاص كله نام تركوا 110 تفضلوا مصهللين ومصحصحين ما حدش عمل لايك بغاية دلوقتي فالحلقة ممكن تقفل في وقت واحنا لسه بقلناش حاجة بسيطة يعني وانتو مصهللين معاي مش نايمين طيب تمام دكتور اللي سأل سؤالي يا جماعة كفية سؤال انت عبدالله سألت يا جاربعين سؤال من العراق حياك الله دكتور العزيز سؤالي عن برنامج قبل جريت على اهل من عن برنامج ايه ما عرفش ما عرفش ايه البرنامج ده عملت الصيام متخطع اربع شهور متواصلة وصل الوزن المسالي والسكر الزبط ممكن اوقف الصيام متخطع والله ممكن طب ممكن نخليه مثلا يومين في الاسبوع تلت يام في الاسبوع يبقى الدنيا ماشية متوازنة دايما اقول لكم ان احنا فجأة ممكن نلاقي عندنا مقاومة للانسولين فجأة لا ده بياخد سنين يعني انا ما يعني انت لو بتاكل سكريات مثلا مرة في الاسبوع عمر ما يحصل لك مشكلة يعني جيت دست مرة في الاسبوع كده لكن المشكلة الناس اللي بتاكل يوميا ده فيه ناس عندها تقوس يومية يقولك وانا راجع من الشغل لازم عدي اخشرب عصير معرفش القصب واحد تاني يقولك اصل لازم اكل مستين تلاتة اربعة في الليل قبل ما نام تقوس هي ماشي عليها على طول دكتور ماما بتقول سكر التراكمي السؤال الاسئلة بتجري بشكل رهيب سبعة وسكر الصايم مية وتلاتين وسكر نوع تاني هل يؤثر اضافة معلقة ديبس الى الراشي انا معرفش ايه الديبس وايه الراشي بس عامة مش كل يوم نادية شكرا من جروب امولة سيام متقطع جسم المنزلش ليه لانك بتعمل حاجة غلط اكيد ما كل الناس مفكرت سيام متقطع ان انا هصوم الستاشر ساعة ولكن هرجع بقى ايه اه افوق كده والدنيا تبقى تمام وان انا خلاص كده بقيت زي الفل وما فيش اي مشكلة لا نو ديل يا معلم ده لانك انت بتضر نفسك انت ممكن بعد ما صمت وتعبت تيجي تروح واخد كل حاجة شوكولتاية صغيرة تقفلك الحرق الدبس زي المربع والراشي هو الطحينة لا طبعا ملوش لازمين صايم 110 وفترة 110 وبعد العشرة 34 من غير ادوية لله الحمد تلمستك من المغرب ماما سوسن ده احنا اللي تلمزتك امام سوسن والله انا انحفت بالسكري ممكن دكتور ما هي المأكلات اللي بتساعد في ارتفاع الوزن البروتين البروتين ممكن يزود لنا الوزن من مدينة فاس احلى لايك من جروب امل العاصمة العلمية للمغرب الله طيب عندي مقاومة تنسيلي ولاست مصاب بالسكر ماذا اتناول ماذا اتجنب ارجع بقى للحلقة من الاول خالص ارجع للحلقة من الاول خالص اسئلة بتجري بشكل رهيب يعني احنا مثلا وصلين دلوقت السبعمية وشوية اللي انتوا شايفينه بس اللي بيدخل ويطلع مثلا الاف يعني بعدما خلص بصلا خمس تلاف فاللي بيدخل مثلا سأل سؤال فلو قلنا كل واحد بيسأل سؤال مرتين تلاتة بيبقى قصدي الف وشوية سؤال عشان تبقى عارفين فاللي ما حدش يزعل ان السؤال بتاعه بيعدي ماجيك لينج مصري اهلا بيك عبدالله خلاصي عبدالله انت سألت كتير خمسة وسبعة تراكم وفي اطباء بيقولوا مرحلة مقابل السكر وفي من يقول مرحلة طبيعية لغاية خمسة وسبعة من عشرة طبيعية طب انا هوريكو عشان بس تتعذروني شوفوا هنا الاسئلة شوفوا ده كل ده اسئلة اسئلة عملة كل شوية تطلع وتنزل رجيم على الماء ينفع اي رجيم هينفع بس ما اشمعنا الماء يعني الراش اللي هي الطحينة طب جبتها منين يا مفيصل الكلمة دي حياتي اسهل مع عالم السلام عليكم يا دكتور سؤالي بالله عليك مرتبط بمرض السكر جي جي تي هال انزيم لا هو ده بالكبد صيام مع حمية وجسم منزلش من ثلاث شهور ما هيحمد اكيد في حاجة غلط راجع حد بتاعتها غزية يكون جنبك تعرف ايه المشكلة ممكن عندك الغدة الدرقية فيها كسل يعني دي من ضمن الحاجات اللي تكون سبب بس يوم المتقطع ست ساعات عند السكر 91 واشهر بنزول السكر تيجي رعشة يا دكتور بدون ادوية ممكن يكون بيحصل هبوط في السكر مؤقت انت او جسمك بتعرف عليه كده فممكن تشرب سويل بس مية خلي التفاح تاخد لمون لمون حمضيات برضو لمون مع زنجبيل مية كويس جدا كم تبقى مقاومة الوسين قبل الاصابة بمرحية مقابل السكر على حسب انت وشطرتك ممكن تخليها عشر سنين بعد عشرين سنة ممكن تخليها سنة انت وشطرتك انت واكلك زوجي عنده التراكمي سبعة وصيام 134 وحب حكة كبيرة مش عارف واضافة الحب مش عارف ايه وبصورة على رأسه الجهاز جلدية يشوفوا يعني طيب انا طبعا الحلقة دي عايزكم تراجعوها تاني من الاول من الجديد وانا بشكركم على الحلقة النهاردة واتمنى تكونوا استفدتم منها وما تنسوش تشيروا وتشوفوا حبيبكم وتبعتولهم مقاطع على الواتس والاستجرام والتيك توك وان شاء الله بازن الله تستفيدوا وربنا يكون فعونكم وانا عارف ان انتو من الاحرار والجيش المسكرين العظيم ربنا يخليكم وان شاء الله يبارك فيكم وتتخلصوا من مرض السكر ده نهائي ارجعوا تاني واسمعوا الحلقة من الاول و جديد هتستفيدوا شكرا لكم شكرا لكم